دكتور مونير حميد السعدي أو القانون كأنما ما عندنا غير هذه التخصصات بالعراق بعد الفرض موجود من العوائل باختيار الحقيقة هناك عامل مؤثر ومهم في رغبة العوائل أو رغبة الطلبة هو حاجة سوق العمل الطالب يفكر بعد أن يقضي أربع سنوات أو خمس سنوات أو ست سنوات ماذا سيحقق بعد هذه الفترة هناك حاجة ملحة في سوق العمل للتخصصات الطبية للقانون لبعض تخصصات التربية وكذلك حقيقة للتخصصات الهندسية والتخصصات الهندسية الغير تقليدية هناك إقبال عليها كبير وكذلك تخصص الهندسة المدنية نلاحظ هناك نمو واضح في الطلب على هندسة النفط وتحتاج إلى عدد كبير من المهندسين والحمد لله نمتلك سمعة طيبة في ضمن قسم هندسة النفط دكتور اليوم حقيقة نحن سعداء من خلال هذا اللقاء بجامع عريقة جامعة بغداد اللي إلها مكانتها الكبيرة اللي خرجت أسماء على كل التخصصات في كل الأصعدة في كل الميادين نجد مبدع عراقي من خلال جامعة بغداد من تسيلة يقول لك أنا خرج جامعة بغداد للسنة الفلانية يفتخر باسم جامعة بغداد اليوم على حضرتك أيضا ثقل كبير باستلام هذه المهام ونحن نواكب التطور في تطور الأحداث تطور البلدان العربية تطور سوق العمل تطور احتياجات المجتمع العراقي اللي تخصصات يمكننا في السابق ما نسمع عنها ما هي الاستحداثات اللي اليوم دخلت على جامعة بغداد من خلال تواجد حضرتك تكون إشارة مضيئة وعلامة مضيئة في جامعة بغداد الحقيقة جامعة بغداد هي جامعة الأم وأقدم جامعة في العراق الضم حاليا 24 كلية مختلفة لدينا كليات تتناول اختصاصات حديثة ولدينا كليات تتعامل مع التخصصات التقليدية كباقي الجامعات في العالم لدينا واحد من الكليات الحقيقة اللي تتناول العلوم الحديثة هندسة الخوارزمية وتتناول حقيقة الطب الحياتي والتصنيع المؤتمة والاتصالات والألكترونيك بتطبيقاتها الحديثة كذلك وجود بعض الأقسام اللي تناولناها مؤخرا مثل الأمن السبراني هذا الموضوع لأهميته الكبيرة الجامعة طموحة بخططها أن تحقق أفضل مخرجات لتلبي حاجات السوق لدينا هناك حقيقة مشاركة ضمن برنامج 20-30 لخص التربية والتعليم والكل يعلم أن متطلبات التربية والتعليم تتطور بتغيرات لنشهدها بالسوق المحلي فضلا عن الثقافات الاجتماعية المختلفة دخول وسائل التواصل الاجتماعي التقناة الحديثة والتقناة الإلكترونية كلها أثرت على ما سنحقق في الأيام القادمة من خلال هذا الحديث لتسأل اليوم بين دائماً أقول لك غياب التخطيط في أي مؤسسة أو غياب التخطيط في أي بلد يؤدي إلى تخبط في الوضع العام اليوم مزارة التخطيط هل هناك تعاون في تخطيط التخطيط وإستيعاب كمية الخريجين الكل يبحث عن مظيفة حكومية مثل ما ذكرت حضرته وعدم دعم القطاع الخاص في ظل وجود كثير من التخصصات التي ممكن الخريج بعد ما يتخرج لا يتعين بمؤسسة خاصة أو حكومية حتى لو شركة أهلية وتكون بيها نتاجات تنفع سوق العمل العراقي بالإضافة للفائدة والمنفع للشخص نفسه وممكن من خلالها تشغيل اليد العاملة حقيقة كانت هوايا أسئلة محضر لكن أشاهد هذه النتاجات التي حضرتك قبل اللقاء ذكرتها هذا منجز كبير لجامعة بغداد وخاصة طلاب الدراسات العليا نعم يعني أرود من خلال حضرتك بأن نوضح للمشاهد العراقي والعربي هذه النتاجات المهمة على صعيد العراق الحقيقة الفكرة نبحث عن جامعة منتجة منتجة للمعرفة والعلم ونفتخر في جامعة وغداد تبنينا هذه الفكرة والتي تحاكي الجيل الرابع بالجامعات في العالم أن تكون الجامعة تنتج وسوق العمل يلبي هذه الحاجة بالتفاعل كان هناك مجموعة كبيرة من المشاريع عقد معرف للنتاجات العلمية القابلة للتسويق المباشر وكان أكثر من 400 منتج في جامعة وغداد توزعت على كليات الهندسة والعلوم والطب البيطري والزراعة وكذلك التربية وطب الأسنان والصيدلة وكنا نفخر أنه أنجزنا منتجات كثيرة هذا الموضوع صار قبل لحقيقة ثمانية أشهر كان جزء من نتاجاته هو النتاجات الألكترونية مجموعة البرامجيات الأمن السبراني وحققنا من خلالها مجموعة من العقود مع حقل العمل وكان طلبتنا بالدراسات العليا حقيقة أنجزوا أشياء كثيرة وكانت هي محط اهتمام وسائل الإعلام فضلا عن الناس اللي تفاعلوا مع جامعة وغداد كمستثمرين ومؤسسات يعني نتكلم على أشياء لربما الدكتور سوت الاختبار قبل اللقاء وهذا الاختبار كان صعب حاولت تتعرف على المنتوج يعني الصعوب نعم خلي بالمثال نشرح للمشاهد أيضا يعني إحنا عدنا على سبيل المثال هذا المنتج اللي واحد يلاحظه من بعيد وما يقدر ممكن يشوفه هل هو الحبة السودة حبة السودة مثلا لكن الحقيقة هذا هو رز الأسود هذا الرز الأسود به صبغة السيالين هذه الصبغة الأرجوانية اللي هي أنتي أكسيدنت مضاد للسرطان فضلا عن أنها هي هارت فايبر بها إلياف خشنة فهي تكون مفيدة لأصحاب الدايت وهي لوركالاري هذا حقيقة أنجز في جامعة بغداد وهو من الانتاج المحدود في العالم واستطعنا انتاجه بشكل هذا لأول مرة بالعراق هذا لأول مرة بالعراق أنتجنا وتم تسويق أجزاء من هذا المنتج حقيقة وبأسعار عالية جدا فإحنا نشجع طلابنا حقيقة على هذا العمل ونوفر لهم كل الخبرة المناسبة من أجهات الانتاج وهذا أي بلد يكون صاحب هذا حقيقة موجود في مكانين في كوريا الشمالي والهند فقط فتبنينا زراعتها في داخل العراق ممكن أن نصدر إذا زرعنا بكميات كبيرة يعني حقيقة الآن يجب أن نعمل على زراعتها واستزراعها بشكل مناسب توفير بيئة مثالية ووفق بيئة مثالية وتوفير الموارد المائية والتي نعاني من عدد المشكلة هذا مشكلة الحقيقة الشيء الآخر هو أن الرز الصيني هذا الرز الأصفر هذا كذلك يتميز أنه هارت فايبر مفيد جداً لأصحاب الحمية كذلك واحد من الأشياء اللي نفخر إحنا أنتجناها في جامعة بغداد هو الفطر الصيني اللي هو أمام حضراتكم حقيقة هذا الفطر يتميز أنه ينتج في الصين فقط فقط في الصين فقط في الصين وهذا يعادل قيمة عالية مادياً استطعنا إنتاجه في جامعة بغداد من قبل طلبة الدراسات العليا وهذا فائد أنه هذا يطحن ويستردن كالشاي هو مفيد للجهاز الهضمي هو أنتي أكسيدنت وقيمة المادية عالية جداً لدينا كذلك إنتاج لأنواع من البادنجان اللي نحن نستورد البذور مالتا وسعر الكيس للبذور يصل إلى 150 دولار نحن أنتجناه في جامعة بغداد يتميز هذا البادنجان لأنه ما يبيبذور بداخله طعمه حلو وحقيقة استخداماته كثيرة سواء كان نيئ أو يطبخ فهذا أنتجناه وحقيقة كل سعره أو كلفته أقل من السعر خمس المستورد كذلك لدينا منتجات أخرى أنتجناها مثلاً منتجات شجرة المورينغ هذه الشجرة يسموها شجرة المعجزة والآن تستزرع في العراق هذه جذورها وليحاءها وساقها وورقها وزهورها كلها تستخدم كمواد علاجية مختلفة فهذا حقيقة فوائد عديدة تستخدم بعض الأمراض وتستخدم نعم للعلاجات كثيرة مثل الصدفية وكذلك الالتهابات القرون وكذلك هي تستفاد معدها في طب الأعشاب واحد من الأشياء اللي نجحنا حقيقة وانتجناها بشكل كبير هو نبتة الستيفيا واللي تنتج عندنا سكر الستيفيا اللي يتميز حقيقة بالحلاء العالية يعني المعروف أن الستيفيا هي تعادل الحالات فيها 300 مرة حالات السكر طبعا فعادتنا فيها مواد مضافة احنا انتجناها بأشياء مختلفة انتجناها على شكل كابسول انتجناها على شكل محلول انتجناها على شكل سكر يضاف ومحليات لدينا واحد من الأشياء الجميلة انتجنا حقيقة موضوعة الخل خل العسل هذا خل العسل يعني هو عادة أن أما خل التمر أو خل التفاح الآن هذا الخل العسل يتميز بميزات كثيرة بما فيها طعمه يختلف عن طعم الخل الآخر يميل لأن يكون كالليمون فضلا على السعرات الحرارية الواطئة فضلا عنه مكون من سكريات وحادية بسيطة فبالتالي هذا واحد من النتاجات التي أنتجتها في جامعة وداء دكتور هذه النتاجات التي حضرتك يمكن هذا جزء من كثير من النتاجات للطلاب والدراسات العلية خاصة في جامعة بغداد اليوم ممكن بأن هذه النتاجات التي يشاهدها من خلال شاشة قناة العراقية والأربع بلدان العربية وبرنامج بيت للكل يروح يحب التخصص الخاص بالزراعة وهذه التخصصات التي حقيقة غادرها أغلب طلبتنا يقول لك أنا لا ألقى فرصة عمل وأروح ورح أشتغل وأتعين بعدياً هذا ممكن يكون دافع لهم؟ بالتأكيد نحن ذهبنا في جامعة بغداد إلى فلسفة أن لا نذهب خلف التعيين وأن نذهب خلف المهارة اليوم الجامعة العالم تزود خريجيها بالمهارات الكافية بعدما نزود الطالب بالمهارات الكافية لبدء مشروع خاص سيكون هذا حقيقة نوات لمشروع المستقبلي هذا جزء في كلية الزراعة مثال هذا لدينا في كلية الهندسة سواء كانت الهندسة الأم أو الهندسة الخوارز في الطب البيطري لدينا نماذج اللقاحات تنتج لأول مرة لدينا مشاريع أنجزة لإنتاج العلف الحيواني من الفضلات الإنسان في البيوت والتي عادة تستخدم بالأفكار العامة لإنتاج الطاقة الكاربائية في تدوير الفضلات نحن بدينا ننتج جمعتها حقيقة علف للأسماك من خلال بناء مفاعل حيوي نحول هذه الفضلات إلى علف الأسماك فهذه المشاريع وهذه المشاريع لطلبتنا حقيقة بإشراف الأساتذة هذا الحقيقة بدأ يغير في سمعة الجامعة يغير في الإقبال على الجامعة ولله الحمد جامعة بغداد هذا العام لأول مرة تدخل في تصنيف شنكهاي هذا واحد من تحديات كثيرة لأول مرة عندنا في تاريخ جامعة بغداد ونحن الآن حقيقة ضمن التصنيفات والتراتيب الجامعية نحن متقدمين ونعتقد هناك قفزة ستكون في العام القادم بما يخص تصنيف جامعة بغداد هل يوم جامعة بغداد نسأل بعد نحن مقبلين على العام ٢٠٢٣ أيضاً تستوعب الأعداد من الخريجين في جميع التخصصات لو هناك بعض الصعوبات الحقيقة المخطط للجامعة هو طاقتنا الاستيعابية محددة بمقاعدنا محددة بتخصصاتنا لكن هناك ضغط حقيقة كبير بكثرة المخيجات بالدلاسة الإعدادية فلذلك توسعنا في القبول في تخصصات مختلفة ولكن نلاحظ هناك إقبال كبير على عدد من التخصصات المجموعة الطبية على الهندسة على تخصصات لغة الإنجليزية على سبيل المثال وتخصصات التحليلات المراضية هناك الجامعة تتحمل عبء كبير بهذا الموضوع وتحاول أن تحقق الرغبة للطلبة وأولياء أمورهم فضلا عن نحن نسعى أن نكون مناسبين لسوق العمل إن شاء الله دكتور حقيقة الحديث ممتع من خلال حضرتك وكل التوفيق لجامعة بغداد هذه الجامعة الأم وفي جميع التخصصات التي متواجدة بيها وإن شاء الله التوفيق الدائم وهذا يطلالتك من خلال البرنامج العربي بيت للكل كل ما قدمته ومفرح كان أنه حقيقة ونتمنى التوفيق لكل طلبتنا الأعزاء في اختيار قسم ناسبة وتخصص ناسبة للمستقبل ونبتعد عن البحث فقط عن الوظيفة المجتمع يبدأ من طلابنا وخرجين الجامعات نورتنا حقيقة ونتمنى على كل التوفيق دكتور شكرا لوجود القناة العراقية القناة الأم في العراق لوجودها في جامعة بغداد لتنقل صورة أما موجودة لدينا كذلك ننقل تحياتنا إلى كل المشاهدين في الدول العربية اللي يشاهدونها ونقول جامعة بغداد نفتوحها بعرض زمالاتها للطلبة الأجانب والزمالات المجانية والزمالات المدعومة ونرحب الجميع لدراسة في جامعة بغداد شكرا لك دكتور شكرا لكم إذن شكرا لك دكتور سعداء جدا بهذا التواجد في جامعتنا الأم جامعة بغداد ونتمنى لك كل التوفيق شكرا لك وأنتم أيضا مشاهدي ومتابعي برنامجنا العربي بيت للكل هذا كانت الجولة المميزة من الجامعة الأم جامعة بغداد بكل تفاصيلها شكرا لكم